وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الغد خالد خيري من واشنطن خالد إذن لا يزال ترامب يتحدث ومتمسك بهذا الجدار الحدودي رغم المشاكل ورغم الجدل ورغم ما تسبب فيه من إغلاق حكومي جزئي وتداعياته تفضل نعم سهام في الواقع وعلى الرغم من تمسكه كما ذكرت ببناء الجدار إلا أنه تراجع أمام الضغوط التي مورست عليه من قبل الديمقراطيين الذين يعتبرون أنفسهم اليوم أنهم انتصروا على البيت الأبيض وحققوا ما أرادوا ولكن هذا الاتفاق هو اتفاق مشروط أيضا يعني حتى الخامس عشر من فبراير المقبل وترامب يهدد بأنه قد يعلن حالة الطوارئ ويمول الجدار عبر ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ما لم يتوصل الطرفان الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق حول بناء الجدار أيضا هو شكل لجنة من كلا الحزبين لمراجعة بنود اتفاق حول الحفاظ على أمن الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتم تحويله إلى قرار في النهاية يوقع عليه ترامب هذه اللهجة التي تحدث بها تعني أنه تراجع أمام الديمقراطيين كما ذكرت لك ووافق على ما أرادوه من الأول واليوم هناك الكثير من من يتحدثون على أن دونالد ترامب لماذا لم يوافق على هذا الطرح منذ البداية ووفر على الموظفين الفيدراليين هذا الإغلاق الجزئي وبالتالي سنرى ماذا سيحدث في الخامس عشر من فبراير المقبل ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على موازنة الحكومة وبالتالي عدم الإغلاق أو سيقرر الديمقراطيين أنهم يرفضون تمويل الجدار وبالتالي يعلن ترامب حالة الطوارئ داخل البلاد شكرا جزيلا لك خالد خيري مرسل الغد كنت معنا من واشنطن على كل هذه التفاصيل